السلام حبيبتي إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير اليوم الفيديو أدرتها لكم باش نجاوبكم على السؤال اللي طرحتوا لي بزاف في الفيديو الأخير حطت لكم فيه كل مشترياتي من موقع الشيئين ودائما هات السؤال يتكرر 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 مرات نجاوب عليه في الفيديو ونقولكم شا هو القياس تاعي ومرات نحط لكم في صندوق الوصف وشا هو القياس اللي خليته ولكن لاحظت وكأنه ما جاوبتكم شا عليه ودائما سؤال نفسه يتكرر فقررت أني نجاوبكم هات السؤال لآخر مرة وفي المرات المقبلة اللي نحط لكم فيها فيديو أول نحط لكم في صندوق الوصف الرابط تاع هات الفيديو باش تفهموا أكتر كيفاش نختار القياس على المواقع سواء مواقع صينية أو مواقع أوروبية يعني ماركات عالمية مشهورة أو خصوصا على موقع شيء ثم الأمر التي ستحتاجونها ستحتاجون أداة تقياس كما تقول شاريت تقياس كما تعلق الخياط إذا لم يكن لديكم هذا ممكن تعودوه بحزام مثلاً أو شاريت أي شاريت آخر وتكون معانتكم مستارة مثلاً باش تقيسوا هذا الشاريت شحال فيه من بعد المهم هذا يغرر باش إذا لم يكن لديكم شو ولكن إذا بغيتوا تحصلوا على شاريت كما هذا ممكن تلقوه في المحلات اللي بيعوا لوازم الخياطة أو حتى في السوبر ماركت في الجهة الخاصة بلوازم الخياطة رح تاخدوه وتأكدو انكم تكونوا لابسين ملابس داخلية اللي تلبسوها دائماً عادةً كيتبغو تلبسو الملابس تحكم باش تخرجوا برا يعني مثلاً حمالة الصدر لازم تكون حاملة الصدر بطريقة صحيحة و باش كيتقيسوا يعني القياس تحكم يكون صحيح مضبوط كما نقول بالنسبة لكل ما هو قمصان، الفاست مثلاً أو المونتو، تي شيرت، أي حاجة اللي تلبس من الفوق الحاجة اللي عليها العمداء كما نقولوا اللي لازم دروري تكون صحيحة هي لطور دبواترين يعني منطقة الصدر تحكم شحال فيها فممكن تقيسوا بالإنش يعني بالبوصة أو ممكن تقيسوا بالسنتيمتر أنا صراحة دائماً نقيس بالسنتيمتر إذا بغيتوا في بعض المواقع حاطين لكم جدول فقط تاع الإنش فممكن تحولوا من السنتيمتر إلى الإنش في جوجل ما هاش مشكلة فأنا راح نقيس بالسنتيمتر بهذا الشكل سوف نقف باش نوري لكم تقيس بهذا الشكل ما نزيرش بزاف وما نرخفش بزاف فقط هنا بطريقة يعني لازم نحس راحين قدر نتنفس عادي وهنا يا كي قصت راني نشوف بالإعلان قياس تاعي 90 يعني عندي 90 سنتيمتر تسجلوها في مكان وبالنسبة لسكن ما هو سروال ليجوب يعني أي حاجة اللي تلبس من التحت عندكم مزوج أشياء تقيسوها ولكن كين واحدة عندها أهمية أكثر من الثانية أولا لازم تقيسوا منطقة الخسر منطقة الخسر هي اللي يأتي هنا عند الكرش يعني عند سرة ومن كين السرة التاعكم تقيسوا هذه المنطقة هنا هو الخسر مثلا أنا الخسر التاعي يعني بلا من زيرة عليه أنا الخسر التاعي مثلا فيه 72 ومن بعد عندكم منطقة الأرداف عند منطقة الأرداف يعني تجو عند هذه المنطقة اللي أكثر امتلاءا في الجسم وتقيسوها بهذا الشكل أنا هنا عندي الأرداف تاعي مثلا منطقة الأرداف أهم بكثير في القياس من منطقة الخسر سوف أفهمكم عميش لأنه في بعض الأحيان نشروا مثلا سروال يكون عند منطقة الأرداف جينا مليح ولكن عند منطقة الخسر جينا شوية واسع ومعش المشكلة ممكن نزيد له ديتمانس يعني تضيقه شوية عند الخسر ولكن إذا كان يناسبكم عن الخسر ومنطقة الأرداف جيكم مزيرة فمعنتكم شحل لهاد النوع من كيكونا كيتشروة لبسو فهذا مشكل ومتقدرش تصح يعني أكيد ما رحش تسبسو هاد السروال فأتأكدوا بالأخص من منطقة الأرداف أنها تكون تناسبكم أنا مثلا الخسر تتعيد ديق بزاف فدائما دائما نشوف منطقة الأرداف إذا كانت تناسبني أو لا خسر أنا متهمنيش بزاف لأنه من بعد ممكن نعدلها وحدي في البيت الآن بما أنكم عبرتوا وشفتوا المقاييس تحكم خديتوا المقاييس تحكم سجلتوها في ورقة الآن تروحوا المواقع دراكم بغيين تشيروا منها ما يهمش سواء موقع سيني أو موقع مثل زارة أو أي موقع آخر دائما عادة دائما كيت تروحوا الشيء اللي رح عجبكم تضغطوا عليه دائما رح توجدو جدول صغير أو أو تفصيل كاتبلكم حد النص الصغير كاتبلكم مثلا مقاس XS شحال فيه من سنتيمتر عن منطقة الخسر عن منطقة الأرداف أو عنده منطقة الصدر أو عنده منطقة الأكتاف أو في الطول إلى آخره فأنا دائما كنت أريد أن نشري قميص مثلا نشوف منطقة الصدر إذا كان مقاس 90 فنأخذه حتى وإذا كان مكتوب إنه أكستخا لارج أو أكستخا سمول وديرين نبلي المقاس عند الصدر 90 سنتيمتر فنأخذه وعينيها مغموضين وأبدا عمره لا وقع لي المشكل من هذه الناحية يعني فكي تكونوا قاسين نشان سواء نشري من زاقة أو من مونجو أو من أشيام أو من شري من شيئين يعني دائما دائما نشوف المقياس التاعي يعني المقياس التاعي في السنتيمتر كيف يعادل في هذا الموقع يعني حتى في بعض النواقع مثل موقع أزوس مثلا أو موقع ميسجايدد مثلا نقوة الألبسة الخاصة كاتبين بوتيت يعني بالنسبة للي جسم التاعهم صغير أو مكاتبين بلوس سايز يعني لي مقاس تاعها الله يبارك جاي عريضة كل واحدة وكيفاش لازم مثلا مثلا في ماركة واحدة مثلا مثل مونجو وكيفاش في هذا أبدا مثلا ما يجيكش يعني pulled يوم 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 مدفist ولكن ونسحكم انكم تاخدوا المقاس بالسنتيمتر وتقارنه بالجدول اللي حاطرناها لكم في كل لباس او في كل ايتم يعني اللي تضغطي عليه مثلا المعطف عجبك تضغطي على المعطف وتشوفي عند الصدرج حافية من السنتيمتر وتقارني بالمقاس داعك هناك ممكن تعرف هناك في هذه المرحلة ممكن تختاري انك تخطي اما اس او ام الى اخره وبهذه الطريقة كنت حصلتي ان شاء الله على المقاس اللي يناسبك بدون ما تترجعي بلا ما يجيك لا كبير ولا صغير وما ترجعيش لشريته للمحل ان شاء الله يربي في هالفيديو ونكون جاوبتكم على اسئلة تاعكم فيما يخص المقاسات قولوا لي اذا بغيتوا تعرفوا في فيديو اخر ان شاء الله كيفاش تشروا على المواقع على الانترنت لان وش هاد السؤال ايضا يتكرر ومنش عارفوا محتاجين تعارفوا كيفاش تديروا باش تشروا من المواقع خاصة اذا كنتو ساكنين في الجزائر مثلا اذا ما كاش عندكم كريديت كارد الى اخره كيفاش تقدروا تشروا على الانترنت حاجة تكون عجبتكم قولوا هالي في التعليقات وان شاء الله يربي نقدر ندرككم هاد الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة